السلام عليكم ورحبا بكم الناس للجياس كات توجهون مع أخبار شبيبت قبائل وتوجهون مع جديد كما عودناكم في هذه القناة تمنى أنكم تابعوني هنا في القناة لايك على الفيديو ودائما تعليقاتكم تفيدونا يلا نبدأ أن موبيليس تقرر إقامة تربص شتوي خارج الجزائر دعونا نحكي أين سيقام رح نحكي على إشي ما حاسم من موبيليس وكين قرارات حاسمة راح تكون من بينها تغيير بعض أعضاء الإدارة لأنه قال لك موبيليس تتفق معي يا ريشان لتسيير الرياضي حتى نهاية الموسم حتى نهاية الموسم فقط على أن تهتم ما هي موبيليس يعني بالجانب المادي والديون وإعادة الهيكلة نتمنى أنه إعادة الهيكلة تبدأ من الآن بعد من الآن تبدأ إعادة الهيكلة أو من يوم الساعة وعشرين ديسمبر راح يكون هناك يوم حاسم من موبيليس لأنه سيتم الإعلان الشراء الأسهم في ذلك اليوم نحكيه على الموضوع هذا نقول لكم ساقرار موبيليس أنه إن شاء الله تربص شيء هذا راح يكون في تركيا إن شاء الله وكان خبر يقول في أوروبا هنا شيء يهمنا أنه الشابيبة تعاد هيكلتها يعني شيء يهمنا تحب حتى التعربص ديره هنا المهم خرجوا الشابيبة من الوضعية هذه فقط هذا هو مطلب الأنصار ديرونا راعيك يا جماعة وإن شاء الله الشابيبة تخرج من الوضعية هذه إن شاء الله فيها خير عادية قاعدة نمشي بها نحكيه على شركة موبيليس ستعقد جمعية استثنائية رفقة المساهمين يوم الاثنين 26 ديسمبر لترسيم الدخول في مجلس الإدارة الجديدة وهذا الخبر راهم الدول تقريب في كل صفحات في الجرائد هذا الخبر قال لك في 26 ديسمبر شركة موبيليس سترصم إمضاء كل أوراق وتعيين مجلس إداري جديد يحتوي على عدة أعضاء من شركة موبيليس يوم 26 ديسمبر شركة موبيليس ستعين محافظ حسابات جديدة في الفريق سنورمال راح جيب صوارد بينا راح دير وهدي حاسب جيبها منتحة يعني بالناسبة أنه موبيليس دي ما ممكن تحط صوارد مش راح تحط صوارد هكذا راح تكون هناك حسابات خاصة بها محاسبها وقالك محافظ حسابات جديد في الفريق وعدة تغييرات إدارية في الفريق الإدارة الجديدة ستعرف خروج مساهمين وتعويضهم بشخصين آخرين من موبيليس هذه آخر الأخبار موبيليس ستعلن يوم 26 ديسمبر عن مشروع الشركة والقيمة الضخمة التي ستدخها على رأس الفريق إن شاء الله يا رب العالمين هذا قال لك ما نقول نحن نعجب لكم أخبار تمنوا أنه أنا دائما نجيب لك الخبر ولكن دائما أنهي لهضرة تعي الملموس التتبيق كي نشوف التتبيق نقول بلي هذه الشركة رأي صوفات شبيب تقابعي نتمنى ذلك لأنه نحن لا نقدرش نبنيه فريق مليح والله حاجة جديدة جاتك لازم تبنيها على الساس حكا هيكالة هيكالة وأعرف كيف تمشي فقط هذه موبيليس لازم كي تجي وتعرف فيها تخطط وتعرف وجيب الأشخاص الأوفياء لهذا النادي لأوفياء اللي يحبوا هذا النادي وجيب الأشخاص اللي تعرف تسير وجيب الأشخاص أركزوا لي الهضرة هذه اللي مهمش طماعين اللي يحبوا النادي وما يحبش يربحها لظهر النادي هذه الهضرة اللي تخلي الجمهور والأنصار يفرح بالشبيب لأنك لو تجيب الناس تجيب الراجل المناسب في المكان المناسب صدقني راح تطع شابيب القبائل مع قدوب شركة موبيليس من الواجب تغيير كل لمجلس الإدارة قال لك هذه الإدارات قريبة راحي فقد تستيقى من جميع أنصارها وشفنا ناس كانت تهبهدو الأشخاص لأنها قال لك جاوب أربما قال لك جاوب نيتهم ولكن تغير موقفهم الكثير اللي تغير موقفتها المهم وقال لك مهما يكون هذو هما اللي كانوا جابوا الشركة هذه ولكن بينوا هذه ما قولها فقط بينوا باللي أرغم شوية ضعاف في التسيير وكذا قال لك نحن نطالب بمجلس إدارة جيد يحسن التسيير والأقل لزنسية جوار اللي عندهم شوية تاريخ تعامل اللي عندهم لديبلوم حوز شرش ديبلوم والخبرة وحاجة منها لو يكونوا الاثنين معا لأن هذه الإدارة الحالية اللي حاكمها الآن ربما قال لك صح أنها ساهمت في بعض الأمور ولكن بينت فشلها في الكثير من الأشياء شفنا الباقارتا والبار فقط في المقابلة بين لاعبين أفسادوا المقابلة وصبحنا خاصة لنكاغ شفنا في المدربين اللي تغيروا تقريب ثلاثة في ما زال ما خلصنا حتى دومي سيزون وخرجوا ثلاثة فشل كله من العام الفارط إلى العام هذا استخدامات شفناها باللي فشلت تقريب كلها ما كينوالو شفنا دوكزوج تعالى فريق في زوج ما نشهوش كارثة المهم فشل في التربص والتحضير البدني فشل في التفاوض فشل في عدة أشياء حان وقت التغيير لعندوك التعليق يعلقنا على الموضوع هذا نتمنى التوفيق لشبيب القبائل دائما إن شاء الله في آخر قاعدتنا ومشروعنا إن شاء الله معا إن شاء الله لنغير الوضعية شبيب القبائل لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق نتمنى الشبيب دائما مربوح في فل جياتك مع فيديو جديد سلام خوتي اشتركوا في القناة